إنشتاين وضع النسبية بعد مئات التجارب والفرضيات التي فكر فيها وتخيلها لذلك اتهم بالجنون لكن عندما سئله عن الجنون قال عبارته الشهيرة الجنون هو أن نفعل الأشياء نفسها ونتوقع نتيجة مختلفة وعندما سئل طمس أديسون عن تجاربه قال أنا فقط فشيت 99 محاولة لكنني نجحت في المحاولة المئة فبعد أن جررت إضاءة المصباح بمئة طريقة تبين لي أن واحدة منها فقط صحيحة وعن سر نجاحي قال مايكل جوردن لقد فاتني أكثر من 9000 محاولة في مسيرتي لقد فوت ما يقارب من 300 مباراة و26 مرة تمر وثوق به لأفوز باللعبة ولكن فاتني ذلك لقد فشيت مرارا وتكرارا في حياتي وهذا هو سبب نجاحي كمرة في حياتك أخذت قرارا مطيريا غير خط حياتك من يومها إلى الآن الكاتب الأمريكي ماكتوين له كلمة بغاية العمق والأهمية يقول بعد 20 سنة من الآن ستشعر بالإحباط وخيبة الأمل تجاه الأشياء التي لم تفعلها أكثر لما تشعر به تجاه الأشياء التي فعلتها ستشعر بالأسف ربما بالندم لأنك لم تكن تجاعا بما يكفي لإتخاذ قرار ما فاكسفيت بأن تلتدم جدار الأمان والطمأن المرء مني صديقي هو مجموع تصرفته وتصرفاته هي ترجمة لقرارته والمخاطرة الكبيرة هي الحياة بلا مخاطر والخوف الأكبر هو العيش بلا خوف والفشل الحقيقي الوقوف خوفا من الفشل الفشل ببساطة هو فرصة للبدء من جديد لكن هذه المرة بذكاء أكبر دمتم سالمين اشتركوا في القناة